الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي في ذمة الله واحد من الرجال المخلصين لهذا الوطن واحد من الرجال الذين تحملوا المسئولية في فترة من أصعب فترات مصر في تاريخها المعاصر فترة ثورة يناير 25 يناير 2011 تحمل مع رفاقه المسئولية الجسيمة في تلك الفترة الحساسة من تاريخ الوطن ما قبل الثورة وأثناء الثورة وما بعد هذه الثورة قبل كل هذا الفريق العصار أحد رجال القوات المسلحة البواسل أحد الرجال الذين شاركوا في حربي الاستنزاف وأكتوبر المجيدتين الفريق العصار كان في أطقم إصلاح كتائب الدفاع الجوي في حرب أكتوبر المجيدة سنة 1973 النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قال أنه فقدت مصرنا العزيزة اليوم رجل دولة من طراز فريد وقيمة وطنية عظيمة هو الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي والذي وافته المنية اليوم لقد كان الفريق من أخلص الرجال الذين أخاضوا غمار التحدي من أجل وطننا العظيم ولم يدخر من أجله جهدة بل كان دائما في صدارة رجال مصر المدافعين عنها في لحظات فارقة ودقيقة من تاريخها اللهم ورحم الفقيد العزيز ونسأل لأسرته وذويه الصبر والسلوان أيضا رئاسة الجمهورية تنعى ببالغ الأسى والحزن للفريق محمد سعيد العصار الذي انتقل إلى جوار ربه مساء اليوم لتفقد مصر أحد رموزها العسكرية الفذة مقاتلا وهب حياته لخدمة وطنه وحكيما شارك في مسؤولية إدارة البلاد في فترة عصيبة شهدت تحديات جسيمة كادت تعصف بالوطن إن الرئيس عبدالفتاح السيسي إذ يعرب باسمه وباسم مصر شعبا وحكومة عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيد يدعو المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيحة جناتي ناعي رئاسة الجمهورية كل مؤسسات الدولة المصرية تنعى رحيل الفريق العصار النهاردة مجلس النواب الحكومة كل الوزرات والهيئات وقبل كل ذلك الشعب المصري الذي يعرف تماما من هو الفريق محمد سعيد العصار خلينا نشوف انفو جرافيك عن الراحل الكبير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أيضا طبعا القوات المسلحة المصرية تنعى واحدا من أخلص أبنائها الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحبي الذي وفته المنية عصر اليوم وتتقدم لأسرته بخلص العزاء وتدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته أكيد مما لا شك فيه أنه فترة يناير 2011 في حاجات كثير جدا لسه ما تقلتش ولسه لم يكشف عنها النقاب بعد فيه أدوار كثيرة لأناس ورجال مخلصين حفظوا على كهان الدولة المصرية العصار الفقيد الكبير واحد من هؤلاء الرجال دوره قبل وبعد الأحداث بعد الثورة بالتأكيد سيظل محفورا في الذاكرة وسيظل في أنصع صفحات كتب التاريخ الفريق العصار قام بأدوار مهمة كثيرة إلى جانب رفاقه من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية للحفاظ على كهان الدولة المصرية ترجمة نانسي قنقر